أعزائي الطلاب تكتمل الصورة التي تسير بها أركان الدعوة في هذا الدرس الماثل على أسماعكم وبين أنظاركم إنه الدرس الثالث من أركان الدعوة وهو موضوع الدعوة سبق وأن تناولنا الداعية والمدعو والآن موضوع الدعوة إن هذا الركن ركين في العملية الدعوية إذ إن موضوع الدعوة هو الإسلام الذي يدعى الناس إليه وفهم الإسلام هو الغاية المثلى التي تسعى إليها نفوس الدعاء نشر دين الله عز وجل في الآفاق هو الأصل الذي من أجله عقدت صور ووسائل وطرق الدعوة بكل مفرداتها سنقوم بإذن الله سبحانه ببيان العناصر التالية عناصر هذا الدرس أولها الوقوف على مفهوم موضوع الدعوة نعرف بالموضوع ما هو موضوع الدعوة ونقف أيضا في العنصر الثاني على الخصائص التي يمتاز بها موضوع الدعوة وكذلك نختم درسنا ببيان المبادئ الأساسية التي يشتمل عليها موضوع الدعوة فلنبدأ بالعنصر الأول وهو تعريف موضوع علم الدعوة موضوع علم الدعوة كما قلنا هو الإسلام والإسلام في اللغة مشتق من الاستسلام والخضوع الاستسلام هو الانقياد والخضوع وسمي المسلم مسلماء لماذا؟ لكونه دوما يخضع وينقاد لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعريف لغة أما تعريف الإسلام اصطلاحة فله إطلاقان إطلاق عام وإطلاق خاص أما الإسلام بمعناه العام فهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي يشتمل على جانب العقيدة والشريعة والأخلاق الإسلام إذن أعزاء الشباب منظومة ثلاثية لا يكتمل إلا بها جميعا إنها منظومة العقيدة والأخلاق والشريعة العقيدة أصل والشريعة فرع والأخلاق هي الثمرة النابعة عنهما فهذا هو مفهوم الإسلام بمعناه العام والإسلام بمعناه الخاص هو ما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه لما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام مقابل الإيمان والإحسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إذن الإسلام في هذا التعريف الخاص أي يشتمل على مكونات الإسلام العملية وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج وكلها ما تسمى بأركان الإسلام هذا هو التعريف لغة والصلاحة أما عن العنصر الثاني وهو خصائص الإسلام المميزات وهي كثيرة أكثر من أن تحصى يختص الإسلام بخصائص فريدة ومزايا كريمة كثيرة تتجلى في كليات أحكامه وجزئياتها إن كليات أحكام الإسلام أكثر من أن تحصى وكذا جزئياتها التي تندرج تحتها ولعل من أبرز خصائص الإسلام العامة أنه رباني المصدر ومعنى الربانية أن مصدره من الله الذي أرسل به جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والربانية من مكونات مفهوم أو خاصية الربانية أو مما ترتبط به الربانية الكمال فكما أن الإسلام رباني أي هو من لدن الرب سبحانه فكذلك يجب أو هو في الحقيقة من كماله وخصائصه أنه كامل كامل يشمل حياة الناس ويشمل كذلك أخراهم يشمل ما يتطلبه الروح وما يتطلبه البدن هذا معنى الكمال الإسلام كذلك من خصائصه الوضوح إذ إنك لا تجد فيه جانبا من الجوانب فيه غموض أو نتوء على الناس بل إن الإسلام دين واضح ودين سهل كما أنه شامل الشمول كما قلنا لكل أمور الحياة والآخرة شامل للإنسان وللحيوان شامل للطير وللجماد كل تعاليم الإسلام تتمثل في الحياة التي يعيش فيها الإنسان أيضا من خصائص الإسلام أنه دين التوازن فيربي في الإنسان جميع ملاكاته ويغرس في الإنسان جميع القيم كما أن من خصائص الإسلام أنه دين عملي إذ ليس في نصوص الإسلام نصوص كهنوتية أو نصوص تحفظ ولا تفهم ولكنه دين عملي يطبق تطبيقا عمليا في واقع الناس تلك بعض خصائص الإسلام العامة أو الخاصة بجزئيتها وكذلك من خصائص الإسلام التفصيلية أنه دين جاء برفع الحرج وأنه دين عنوانه التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج كذلك دين يقوم على التدرج في التشريع فليس التعاليم تأتي دفعة واحدة وإنما تأتي بما يتناسب مع طبائع البشر وبما يغرس فيهم القيم ويغرس فيهم المعاني التي تحارب صورا ونزعات ربوا عليها ونشأوا عليها التوقيف في جانب العبادة بمعنى أن من خصائص الإسلام التفصيلية أن أمور العبادة فيه ليست إلى البشر وليست إلى إعمال عقولهم وإنما هي توقيفية أي بوحي الله عز وجل إلى عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من أهم الخصائص التفصيلية كذلك أنه دين جامع بين الثبات والمرونة في الأحكام فليست أحكام الإسلام مما يصدق عليها أقوال أعدائه من أنه دين يعمل على القهر أو دين جاءت أحكامه لا تتمشى مع طبيعة البشر كلا فتعالم الإسلام ونصائح النبي صلى الله عليه وسلم التي قدمها للبشرية تحقق لهم الثبات وتحقق لهم المرونة في الأحكام فالإسلام صالح لكل زمان وما كان